مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيونة عربية الفيديو مات لهم كيف رحول حساب تيك توك من حساب شخصي إلى حساب تجاري قبل ما أبدأ شرح لا تنسوا دعم قناة برلين بعيونة عربية باشتراك و لايك وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم بكل شي جديد من عندي اللي جديد على قناة قناتي اسمها برلين بعيونة عربية مختصة بالتطبيقات ومشاكل التطبيقات والايفون ومشاكل الايفون وإيجاة حلول هذه المشاكل بالبداية أحد المتابعين سألني كيف رح حول حسابي من حساب تجاري أو شخصي إلى حساب احترافي هذه الميزة ميزة الحساب الاحترافي لغاها تطبيق تيك توك من زمان فلاحد يبحث عليها لأنه فيه متابع كتب لي أنه فيه طريقة أبد بموجود طريقة الطريقة اللغت من تطبيق تيك توك لو موجودة أنزلكم حاليا ما موجودة أي طريقة لتحويل حساب تيك توك التجاري إلى حساب احترافي أو حساب شخصي إلى حساب احترافي فلا تبحثون على هذه الميزة لأنه ما موجودة هذه الطريقة ملغية حاليا فأرجاء أي واحد لحد يبحث عليها إذا نزلت رح تنزل للكل ما في أنه واحد عنده واحد من عنده اللي سابق كان عنده بقت عنده أما حاليا ما موجودة هذه الميزة الآن كيف رح حول حسابي تيك توك إلى حساب تيك توك أدخل على تطبيق تيك توك وهذا حسابي KGLD 1233535 أروح على ثلاث أسطر أدخل على الإعدادات والخصوصية أروح على الحساب أدخل هنا إلى تبديل إلى حساب تيجاري ما موجودة الميزة أبد هنا الميزات مالتك اللي رح ينطيك إياها موجودة وتكبس على التالي تختار وحدة من هذولا اللي اختار اللي موجودة من الفئات فمثلا أجهزة إلكترونية أثاث مطاعم برامج وتطبيقات أنا رح أختار والتالي هنا تقدر تعمل تخطي للبريد الإلكتروني أو الضيفة فأنا رح أعمل تخطي الآن اكتمل الملف الشخصي لما بان في وقت لاحق الآن صار عندك حساب تيجاري كيف رح نتأكد من هذا الشيء رح نرجع إلى الوراء ونروح هنا ونروح على الإعدادات والخصوصية وننزل على الحساب مثل ما تشاهدون الحساب صار تيجاري أقدر أرجع على حساب شخصي من هنا نفس الشيء أتمنى بنهاية الفيديو استفادته لا تنسوا تدعمون قناة برلين بعين عربية باشتراكوا لايك وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عندي مع تحياتي من برلين قاصمة أطمانيا مع السلام أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها برسائلاني حاضر شكرا لكم مع ألف سلام ادعموني مشاهدات أكون جدا شكر لكم مع ألف سلام شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم